خلنا نروح لأخبارنا يمكن خبر برضو متعلق بكرة اليد طبعا بعد ما أعلن طبعا المدير الفني الأسباني قائمة النهائية لكرة اليد دلوقتي بيقى في ست لعبين موجودين في قائمة المنتخب كأساسيين وفي اتنين من الارباع اللي بيبقوا زيادة تحسبا لأي شيء يمكن الستة اللي موجودين محمد عصام الطيار إبراهيم المصري أحمد الشام سيسا إسلام حسن عبد الرحمن فيصل محصر رمضان دول قمن ضمن القائمة اللي هم العشرين لعب وفي اتنين لعبين في الاربع أو الاربع لعبين اللي خارج القائمة اللي هو زودهم كمان الاتحاد الدولي تحسبا لإصابة أي اللعبين سواء كورونا أو غيره عندنا أحمد عدل وعبد الرحمن حميد طبعا زي ما قلنا منتخبنا بلعب ماتشيلي دلوقتي وطبعا يعني الحمد لله متقدمين 27-18 وطبعا انتوا عارفين مجموعتنا فيها السويد ومكدونيا وتشيلي ومع ضيوفي طبعا في الفترة التانية الكابتن إيحا يوسف والكابتن صابر حسين الحقيقة يعني هنتناول البطولة طبعا من المنظور التحليلي والفني وتوقعاتهم طبعا كابتن صابر وكابتن إيحا يوسف كابتن صابر حسين وكابتن إيحا يوسف نجوم النادي الأهلي ونجوم منتخب مصر حقيقة يعني عصروا بطولات كتيرة وهيكون لهم أكيد رأي في البطولة وتنظيمها وقوتها الفنية